طيب تعالوا بقى ندخل في إطارنا بقى المعتاد ونبتدي معاكم كلامنا عن النادي الأهلي وحضراتكم أكيد متابعين إنبارح الأهلي واجه أسوان في لقاء ودي وتقدم أسوان بهدف الشوت الثاني في الشوت الأول وعفوا والشوت الثاني الأهلي حول الخسارة إلى فوز بهدفين مقابل هدف أحرز الهدفين حسام حسن وطاهر محمد طاهر بالمناسبة دي تاني مباراة ودي والحقيقة كل المؤشرات بتدعو للتفاؤل يعني إحنا شخصياً هي واثقين كل الثقة في رؤية وسياسة النادي الأهلي داي إيماً وأبداً وخصوصاً في لحظات الإصلاح لما يكون فيه أمر بعينه مش مظبوط دايماً بنلاقي إن بتحصل يعني عملية استنفار وبيحصل عملية وقفة ومعالجة شديدة السرعة لهذا العطل إنجاز التعبير ونأمل إن شاء الله ده اللي نشوف له مرضود إيجابي الفترة الجاية بإذن الله بص حد دلوقتي دي تاني أهي ودية الأهلي بيلعبها وبيفوز كمان يعني بسكور مش وحش يمكن المباراة اللي قبل كده كانت أفضل خمسة كانت خمسة يعني خمسة واحد لكن بنتكلم برضو هنا على فكرة أسوان برضو بالمناسبة حتى حاركوا النقطة دي تبقى وصلة لكل أسوان فرقة دلوقتي تعتبر فرقة تقيلة جداً يعني مش أسوان اللي احنا كنا نعرفها الفرقة بتاعة أسوان زمان أسوان دلوقتي فيها كمان صفقات كتيرة جديدة وفي صرف بيحصل والمال برضو لما بيدخل في عالم الرياضة وفي مجال الرياضة بيفرق بشكل كبير جداً أسوان فرقة تقيلة وقدرت إن هي تخش وهي عارفة إن هي بتلعب النادي الأهلي برضو ودخلها وعندها استماتة وبتهاجم من الدقايق الأولى فالمبركة نتحلوها كريم بس طبعاً نادي الأهلي برضو الحمد لله في بوادر حلوة جداً دلوقتي تأكد لنا إن هو بيعود مرة تانية زي الأهلي اللي احنا نعرفه يعني نادي الواحد معرفي ولي بنقيلة ندخل ومحادثات مع ناس ونقعد نقول لهم الأهلي مين والله عمرنا كنا بنعمل كده يعني بس على كل حال عادي